بعد حفلة القصر ما جيتش قلت باس خلاص كده يعز كل اللي تعبنا علشانه اه بدأ يحصل وتتفتح لك الاب واب انا فاكر وانا عندي خمسة وعشرين سنة كنت عايز عربية كزا وعايز اجيب مش عارف ايه وهعمل ايه جات الافكار دي لا هقول انا دايما امين يعني ما يعني بدايما بقول اللي حصل ايه لا انا انا اه حمدت ربنا زي ما قلت لك ان هو موضوع ما كانش بالنسباني متوقع للاسباب اللي انا قلتها لك وان ربنا عمله يبقى ربنا عز وجل كان ليه حكمة في كده فتحطرم دايما الشيء اللي هو ربنا خلاص كون في يكون لأ خلاص يبقى هو ربنا عايزه كده ازا كنت انا ما كنتش عايزه كده فربنا عايزه كده خلاص لا طبع فبتديت افكر طب يا رب التثبيت بقى يا رب اه يعني طيب يا رب نكمل تمام لان انا زي ما قلت لك ان هي امانة وطالما ان هي شغلتك فانت هتسأل عملت ايه في الشغلانة دي اه صح طب لما ما عملتش كده لما قلبك كان عايز رايح لكذا ايه اللي منعك انك تعمل كده فلازم هيكون عندك اجابة للا منطقية فاي شيء الواحد اه هي في امانته وانا بحس ان الشغل من الاكتر الحاجات اللي هي في امانة البنية ده لازم يعملها على اكمل وجه ده مش معنانا عشان بحاول بحاول اعملها على اكمل وجه ده معناه ان انا عايز الدنيا ولا عايزها خلص ولا فرق معي والله العظيم فاهمني بس لازم برضو هي مش فرق معك لازم تتمل امانة لك هتتسأل عليها فاهمني فانا دي طريقة تفكيري فلما ده حصلوا الناس الحمد لله عجبتهم الاغنية يا رب كامل ربان ايه بقى يا رب يا رب رزقنا يا رب رزقني حق التوكل عليك او يعني حق التوكل ما اللي هو يعني ما انا عدت سنين ما انا بقولك انا من الناس اللي اتحولت انا كنت حاجة وبقيت حاجة في كل حاجة يعني كنت النقيط خالص وما يعني ما بتكسفش عادي جدا والله والله هم لك الحمد ان الواحد ربنا يكرمه يفهم ان هو كان مخطئ فيه ويعديله الحمد لله والشانت اخد بالك فلما عرفت التعديل لأ خلاص اخد بالك وربنا اداك من العلم ان هو ده التعديل ودائما زي موثرة كده اللمسة الالهية ما فيهاش اختلاط يعني ما ما ينفعش تبقى الفكرة هي تقول اصداشتان اصلا علشان كزا ده ده بحسو لا اللمسة الالهية استعقل الله ويعلمكم الله ما فيهاش هزار هنهزر في اي حاجة وهنفكر ونتفاسد في كل حاجة الا الحاجات يعني المعلومات اللي هي من عند ربنا ده لما بيختص بياها ناس بتبقى لا رايبة فيها بتبقى انت متأكد وكمان الواقع قدامك يبرهن لك ربنا برضو بيحط لك لان النفس البني قدم دايما متقلب انا ممكن ابقى حاسد ده بس حاجة تانية تشغلني لقتل يا ربنا بقى ايه سبحانه دي اهم حاجة في الكون بالنسبالي بصراح ما خفتش على شهد من حب الفن وجنون الفن ووجع قلب الفن خفت بس انا قلت لها فاحمتها قلت لها انت عايزة تمشي في الحكاية دات امشيها من الحتة بتاعتنا اللي هي الحتة اللي هي ما فيهاش بقى منتجين وصهر وكابريهات مش بتاعتنا او مش او يعني مش بتاعتنا لانا كان برضو كياما اشتغلت في حتك كتير جدا 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 يعني اه مش ما كنتش معروف بس دي بنتي اه بالزبط خد يبالك وانا بقولك او مش هتكى عليك انا مش هقولك اعملي ما تعمليش سنة 22 سنة ما شاء الله فالصح كزا والغلط كزا وانتي حرة بس لما هقولك وما تخديش بكلام اللي ان انا بالصدفة عندي اه يعني اه نقطتين انا سابقك فيهم اولا ان انا راجل ايو ده لك تانين ان انا قابلك في الموضوع ده واشتغلته وراه انت حياتي عليه بقى دراسة وشغل فانا بقولك من باب الخبرة كزا كزا بس اللي انت عايز تعمليه اعمليه مش هقدر انه هو لا اعمله ما تعمليش لا بس الفن مش كده اللي انت حسه اعمله بس لما تلاقي نفسك عملت حاجة هي عكس اللي انا انا بتقولك ساعتها انا اقولك انا قلتلك يعني انت بقولك اتاني ومش هارضة ان انا اكون كل شوية محاصرها لا لا اه تعيش حياتها بطريقتها جدا جدا اللي هي برضو ربنا انا عم عليها بعقلية برضو سبق سناك كويس قوي عقلة عقلة جدا جدا ما شاء الله ربنا يحفظها اه في نفس الوقت موهوبة ربنا مديها من الموهوبة بدون دراسة حاجة ما شاء الله يعني هي درست ايه لا هي اصلا اداب انجليزي لغات وترجمة جامعة القيارة ما دخلتش مزيكة ليه انت اللي قلت لأ لا برضو لا انا ما بقولش لأ على حاجة ما ينفعش هي اللي خدت قرار تخش اه كلية الاداب لغة انجليزية اه المزيكة هي ممكن تتعلمها مني من اي حاجة لكن برضو برضو شغل انت المزيكة برضو شغل انا برضو مالهاش كبير عامل زي الس وقت كده ايه على متين وعشرين فاهمني يا والله عادي جدا بتاعي قدي كده تقلب العربية عادي بتلاقي نفسك مثلا لا لا ما ده بتحسن ما في شغل الفترة طويلة والشيطان بقى انت ما تغير بقى انت بقى يعني تقعد كده بقى يعني بقى مقضيها كده بقى يعني رابط الحزان لا يا عمد ده قرار انا باخده انا قد لحد ما يحصل اللي يحصل. فاهمني? فاتا اتعلم تكون مصر على اللي انا اخترته طالما ان انا اللي اخترته. وما لومش حد بالنفس. ما بعرفش لهم حد. اكيد انا ده غلطان. حتى لو انت غلطان. بيني وبين نفس كده ما بدقين لازم اراجع على النفس اكيد انا غلطت في حاجة. ايه يا? لحد ما الوقت يثبت ان انا فعلا ما كنتش غلطان ويمكن كمان ناس تانية معا. لكن ما بحبش لهم اصل انا ضحية كزا. لا خالص. انا كنت ضحية ضحية الفكري. كنت غلطان غلطان عشان انا اللي عملت. واضح الكلام ايه فعل او لا تفعل انت فعلت ولا ما فعلت فاهمني? فكله لا انا اللي متحمل كل حاجة مخير. مصير بس ان انا جيت الدنيا.